اهلا بكم من جديد وحديث القاهرة انا عايز اقولكم ان انا كنت واحدة من المفاجآت الكبيرة اللي مرت علي وانا بحضر الفقرة اللي احنا حنتنقش فيها دلوقتي هي حجم الفلوس اللي موجودة في موضوع القمار عبر الانترنت او اللي موجود على الابليكيشنز المتدولة تخيلوا الامار انتقل من الحياة العادية وراج بشدة وخصوصا لما جات الكورونا خلت الموضوع يبقى فرقعة بكل المقاييس وبقى عندنا كمية ناس بتعمل امار على الانترنت وعلى الابليكيشنز فوق ما تتخيلوا دي ازمة مش بس علشان النصب ولا الفلوس اللي بنختارها لكن لان ده نوع من انواع الادمان زيه زي الهروين والمخدرات بالزبط حبينا نقش الموضوع بشكل عملي ونشوف وصلنا لحد فين وايه السبب في انتشار ده كله وولدنا وخصوصا بعد ما كابتن ميدو طلع في افتتاحية البرنامج بتاعه وقال ابني لقيت معاه 2000 جنيه زيادة فلما سألته جبتهم منين قال لي انا براهن وده نوع من انواع الامارة على الانترنت النهارة رهانة على الرياضة اين كانت ايهية لحد صراعي الديوك لكاس العالم اللي وصلت المراهنات فيه ل34 مليار دولار في نسخته الحالية دي اخر الارقام المعلنة ايه الحكاية وحنفهم اكتر عن الموضوع ده وازاي نحمي نفسنا وولدنا ونعرف ان فيه خطر او مفيش خطر من خلال ضفنا العزيز جدا وشريك هنا رحلات وجوالات وحوارات في حديث القهرة وزملنا العزيز المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات اهلا بيك اهلا بحضراتي كتسلام على المقدمة الجميل شرفتنا في حديث القهرة الله يخليك تسلامي وعشان نكون عمليين قوي خلينا نشوف على الواقع من واحد من الناس اللي عاشوا التجربة دي من الاول لحد دلوقت هنعرف حكايته وبدأت ازاي ووصلنا فيها لحد ايه معانا احمد مراد واحد من ضحايا التطبيقات دي على الانترنت اهلا بيك احمد اهلا بحضراتك طبعا هيشاركنا في خلال هذه الفقرة عدد كبير من اسادتنا وخبراءنا سواء كانوا في مجال مباحث الانترنت او حتى في مجال الحقوق والقانون لكن انا حبتدي من عندك بشمانس احمد الارقام اللي موجودة بتطبيقات المقامرة او القمار على الانترنت بقى رقم كبير جدا بس انا مش عارفة البداية بدأت منين وخصوصا عندنا في مصر بدأت ازاي وامتى حلو طب خلينا نشرح لسادة المشاهدين يعني ايه الموقع اللي احنا بنقوله اسمه وان اكس بيت الموقع ده عالمي وكبير ابتدى من 15 سنة والقمار اصلا فكرته موجودة اكتر من 15 سنة اتأسس في 2007 من بعد 2007 بدأ يتنشر حرفيا في ارض الواقع 2014 فين في كوبروس وملطة وجزيرة اللي هي الجزيرة اللي واخد الترخيص منها جزيرة طبع مملكة هولندا ده الامار الواقعي ولا الامار على الانترنت دي اللعبة الكاملة اللي هو الامار على الانترنت اللعبة المنتشرة او الالعاب مجموعة الالعاب المنتشرة حاليا اللي عايز اقوله حضرتك ان هي اصلا مش لعبة واحدة ولا لعبتين ولا امار لايف لا هي عبارة عن اكتر من خمستاشر الف لعبة لايف بتلعبيها خمستاشر الف لعبة؟ اه طبعا يعني الفكرة كلها لو ما نحتيش في اللعبة دي هتنجحي في اللعبة دي وهكذا وفي اكتر من الف ايفنت او ايفنت اه الف ايفنت موجود على الموقع ده وغير كده كمان موقع وان اكس بيت ده كمان بيراهن باكتر من 700 ترابيزة لايف مفتوحة تشاهد الموقع اللي احنا بنحكي عليه؟ اه طبعا ده وان اكس بيت دي الالعاب اللي موجودة ومن ضمنها لعبة كراش اللي هي مشهورة في مصر حاليا اللي هي لعبة الطيارة اللي الناس اكتر الناس دخلت فيها وبتخسر فلوسها كتير قوي انا عايزة تشرح لحضرتك حاجة اللي الناس بقى ما تعرفوش ان الموقع ده اعلن افلاسه في 2022 شهر واحد يعني اعلن افلاسه في السنة اللي احنا فيها دي في التلات دول اللي احنا قلناها اللي هي كوبروس ونيجيريا برضو ومالطة اعلن افلاسه بشكل كبير جدا ان هو مقدرش يرجع الفلوس تاني للمراهنين رغم ان هو لسه شغال موجود وممكن يتنسب عليكه في اي وقت لو لديك فلوس جوه ده بسبب ايه بقى اول حاجة هما بيلعبوا على العاملين العامل العاطفي عنده الكبار والطمع والعامل اللي هو الملف الحقيقة انا بهتم بيه جدا ملف التكنولوجيا مع الاطفال لان ملف التكنولوجيا مع الاطفال ملف استهدافي ولازم نوعي الناس منهم بطريقة كبيرة قوي والإثارة يعني فكرة الادرينالين عند الشباب وعند الاطفال دي يعني بالنسبة لهم مثيرة جدا انا معايا 10 جنيه كسبت 50 جنيه فبالتالي انت بتلعب على اكتر حاجة حساسة عند الاطفال هنا بقى هنتوقف عند كلام حضرتك لان كلام حضرتك مهم جدا شفتي قلت يا حضرتك ايه انا معايا 10 جنيه وأقدر ألعب بيها يعني فعلا تقدري اقل حاجة تخش بيها 15 جنيه وكمان المصيبة الكبيرة ان شركات الاتصالات التابعة علينا هنا في مصر تقدر تخش من خلالها عن طريق تطبيقات الكاش والارسال والإداء والإداء والحاجات دي كلها التطبيقات دي موجودة ان انا اقدر ادفع الفلوس لو انا هدخل لعبة اللعبة دي الرقم المبدئي بتاعها علشان اراهن او اامر او غيره 10 جنيه 15 جنيه ده الحد الادل واقل حاجة تلعبي بيها 5 جنيه واقدر ادفع باي طريقة سواء كانت بخدمة كاش اللي موجودة في اي محلات والسوبر ماركت وغيرها او حتى من خلال الفيزا او من خلال حتى الكروت الصغيرة اللي بنعملها لولادنا علشان لو تعذر بهم الحاجة اقول لي حضريك على حاجة برضو مهمة انه من كتر اغراءات الموقع ده وهقول لي حضريك برضو سبب انتشاره في مصر انه من كتر اغراءات الموقع ده انك مثلا فأول بدايتك للحساب الحساب ممكن تعمليه باسمك وبإيميل وهمي كمان فقط يعني اسمك وإيميل وهمي وبيتم التداول فيه بمعاملات مالية ده طبعا غير قانوني في مصر لكن مفيش حدود للأعمار يعني لا طبعا ده هو اسمك ورقم إيميل وباسورد فقط اللي انت محتاجه عشان تخش على الموقع ده يعني غير قانوني لا مركزي أصلا وقول لي حضريك على حاجة مهمة اني اول ما بتضيفي رسيد مثلا دخلتي بمية جنيه بيدوكي بونس مية في المية اضافي بيدوكي مية زيادة عليهم يعني انا لو كسبت خمسين جنيه فبالتالي مجرد ما بعمل بس اكاونت هو دفعتي مية جنيه اول مرة بدينزلك رسيد بونس اضافي تلعبي بألعاب تانية وترهني عليه رسيد الاضافي ده مية جنيه تانية زيادة انا بقى رسيدي مية جنيه فانا بقى معايا مية جنيه طيب احنا بقى عايزين اقول السادة المشاهدين سبب انتشار الموقع ده في الفترة المؤخرة دي لان هو اصلا بقى له اكتر من 15 سنة موجود وعلعاب الامار بس مش في الموقع ده ده فيه كمان لو الكنترول يجيب اللي هو موقع 3 تمانيات سبورت برضو ده موقع رهان رياضي بحت يعني الموقع ده برضو معروف ده من اشهر المواقع المعروفة وخصوصا في مصر والناس على فكرة ده ان ارلاقيت مقالات كتيرة جدا بترشح 6 مواقع وده اهمها ان انت تدخل عليه وده امن ومصرح به الكلام ده كله كلام فاضي المواقع دي من ضمن القايمة السوداء الروسية ده واحد المواقع دي القانون البريطاني حجبها تماما بسبب ان هو مشرع ان هو طريقة غير قانونية او طريقة غير شرعية ده اتنين تاني حاجة لسبب انتشاره مؤخرا في مصر اول حاجة سهولة الدخول والخروج منها بالفلوس تاني حاجة لو حضرتك دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك دخلنا على يوتيوب كتبتي مثلا شرح وان اكسبت او شرح 3 تمانيات هتلاقي مليون شخص بالعربي دي الكاميرا بتاعتي شايفة كله بالعربي ليه بقى اول حاجة الشرح ده كله يا جماعة فيك يعني ايه فيك شرح نصب عمال على الفاضي الناس بتستهدفك بالعاطفة معانا ايه يعني بتستهدفك بالعاطفة انه حضرتك انا عامل فيديو مثلا مش انا طبعا الناس اللي هي بتستهدف الناس التانية عاملين فيديو الفيديو ده عبارة اه بص ان اكسبت دلوقتي وهلعب قدامك لايف خش عن طريق الرابط ده الرابط ده بيكون فيه رابط حالة او ريفرنس اول ما بتخش عليه وتسجلي حساب هو بياخد بونس فبالتالي هو مستفيد هو مش همك تخسر تكسر دي واحد يعني الشخص اللي بيعمل فيديو على انه بيشرح تجربته الحقيقية ان انا كسبته ودخلته وعملت ده شخص كل اللي يهمه انك تدخل على الرابط ده علشان جاب لك زبون جاب للموقع ده زبون سؤال تاني قبل ما اروح لأحمد الموقع دي كان ليه علاقة بالكورونا وانتشارك كورونا وزيادتها في مصر كل ما احنا نعود في البيت دخلنا للانترنت زي نزلنا للشارع بالزبط انت معرضة لأي حاجة ايا كان اي ان كان اللي بيحصل وبرضو من وقت كورونا كان انتشار كبير برضو للمواقع دي لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجة تانية برضو ان الناس او الاطفال اه اكتر الاطفال اللي بتلعب على المواقع دي بتدور على طريقة طريقة تخدع بيها الموقع عشان تكسب فلوس فبالتالي اللي بيحصل الناس في اليوتيوب بتنزل طريقة هاكر لعبة الطيارة طريقة هاكر مش عارف ايه ابعتلي 100 جنيه على موقع الكاش المعين ومن الميت جنيه دي انا هبعتلك على التليجرام مثلا لينك او سكريبت او طريقة او برنامج اخليك تنزل بيها وتهاك وكل ده كلام فاضي يعني نصاب عايزي بقى نصاب فيروح لواحد ينصب عليه علشان يديله رابط وهمي ما هواش حقيقي الموضوع كبير جدا فيه اي حاجة من المواقع دي بتنزل اشارة تلاس 18 اللي هي زائد 18 خالص طيب للاسف الشيء انا ليه بسأل اسئلة دي علشان حفاج اجبل لانا لقيت وانا كمان وانا بعمل السرش انا هروح لحل احمد انت عندك كم سنة عندي 20 سنة من ايه من الهرب يا اهلا طيب انت دخلت على المواقع دي من امتى وايه هو الموقع بالظبط اللي انت دخلت انا كنت بلعب لعبة اسمها وان اكسي بيت اوكي مثلا انا بقى لي خمس شهور مبطل اللعبة دي بطل ما نهائي بطلتها بقى لك خمس شهور طب دخلت عليها من امتى تقريبا دخلت على اللعبة ايه حالي من سنة من سنة بس هي معروفة ومشهورة من زمان ومين اللي دخلك عليها يعني عرفت عنها ازاي مثلا يعني فضول صحاب انا كنت واحد صاحب بلعب انت بتلعب ايه دي بلعب اسمها اكسي بيت طيارة بدأ بقى يفهمني الموضوع ويعرفني اكتر فيها فانا فضولي خلاني تبنزلي اللعبة وايه اللي اغراك بقى لنزول اللعبة ايه اللي خلاك فضولك ده يشتعل يعني هو قالك ان انا دخلت وكسبت فلوس ولا كان قالك ايه انا قاعد طبيعي ليتو بيلعب ايه ده ليتو فرح فانت فرحت ليه كسبت مبلغ كذا كان كم كان هو مش حين تعريبا ده بعد ما عرفت يعني كان حاطت هو بمية وكسب مثلا ضرب عشرة في الف جنيه فكسب الف جنيه في اللحظة دي فقال من سانيتين فقال من سانيتين وانت قاعد جنبك مش شك حلو عليه فانا خلاص عندي فدول انا اللعب واعرف واعتقمص في انت اخش اللعبة اكتر عايز اعفهم عن اللعبة ايه ايه تماما بس بدأت بقى لعب دخلت اللعبة واحدة واحدة اللعبة لها زي رقم انت بتقدر تحط في فلوس وتاخد منه فلوس الرقم ده مثلا بتغير كل فترة معينة اللي هو الاكتونت بتاعك انت اللي هو الحساب بتاعك انت الحساب بتاع انا انا بخش باسمي وباسورد ورقم الرقم ده مثلا بحط بعضعي في فلوس طب احمد هل كان فيه اي اسئلة جاوبت عليها وانت بتملى البيانات دي مثلا سنك قد ايه يعني اي حاجة تكيش خالص اسمك اسمك احمد مروان بس انا مسجل بأحمد رقم ايا ان كان اي رقم ايا ان كان الاكتون اللي انت عايز تحطه لنفسك اي رقم ايا اسم وهمي مالوش صور مالوش اي حاجة انت عادبك بس بدي اسجل بيانات وهمية وتحط فلوس وتحط فلوس وانت شحنت اول مرة بكام اول مرة انا شحنت بخمسين هو انت اهلا حاجة بتحطها خمستاشر تقدر تلعب بيه بعدين تمام بس تقدر ده مثلا تسحب من فوق خمسين انا بس ان بدأت العب اول مرة بدأت اللي هو موضوع اللعبة ايه زي نظام ادمان انا عايز العب تاني اخسر مثلا انا كسبت عايز احط فلوس واكسب تاني كده طب اول خمس ألعبلك تفتكر كانوك مكسب ولا اخسره هي مفتكرش بصراحة انا مبرعبش لعبة طب انت حطيت خمسين اللي اغراك ان انت تكمل انت بتقول بدأتها من سنة وبقالك دلوقتي خمس شهون هو بطل يعني عاد سبع شهور بتلعب اللعبة دي ومش قادر تبطل تمام ايه اللي كان مخليك مش قادر تبطل لان هي اتنشرت مرة واحدة بطريقة عشوائية اكتر رقم كسبته كان في السيد سبع شهور دول قد ايه تقريبا يعني سبع عدشار الف وقدرت تتحصل منهم على حاجة احمد مصحبتهمش لعبت بيهم يعني انت كسبتهم مصحبش منهم ولا مليح مصحبتهمش ما هو الادمان بقى كده الادمان في اللعبة دي كده انت عايز تكتر اكتر اكتر ان انا مش عايز اسحب المبلغ انا دلوقتي مثلا معي كسبت سبع شهور الف انا هلعب بيهم كلهم يكسب يخسر فمسلا انا اخسرت في الاخر خسرت السبع عشر الف اللي انت كنت لعبتك ضمير ولا حد كلمك في الموضوع ضمير والله ان انا مش عايز اعلاعب اللعبة دي تاني عشان ايه اولا حرام ان هو امر كده كده وتسحب وقتك كله انا مكنت ممكن اقعد مثلا من الساعة 5 8-9 ساعات اعود على اللعبة افضل مثلا انا متابع اللعبة شوف اللعبة بتعمل ايه اللعبة ازاي عشان انا افهم وهي اصلا مخدعة مهما انت حاولت تفهم في اللعبة انت مش هتفهم حاجة انت هتقعد تلعب عشان انت خلاص دماغك يعني انت ادمنت لحاجة زي كده نفس اي حاجة نفس اي لعبة بس يعني ما اتشارت عشوائي بقى كله بيلعبها بقى كله عايز ينزلها بقى كله عنده حب استطلاق يعرف هي ايه اللعبة دي طب وصحابك والناس اللي حواليك فيه حد فيهم قدر يسحب فلوس من الفلوس اللي كسبها دي؟ هو ناس كتير اوي كانوا بيسحبوا ايه بيسحبوا فلوس يسحبوا ويحطوا ويسحبوا ويحطوا اه يعني ناس كتيرو يعني ايه اللعبة زي السمار انت بتلعب على اللعبة عن سوشال ميديا عادي تحط فلوس بتوع بتلعب كسير تكسبت بس يا في الاصل اصلا ادمان فيه حد من عائلتك كان عارف انك بتلعب؟ نا يبقى اول مرة حب يعرف يعني هيعرفوا معنا على الهوى حقيقي طب معلش احنا يعني مع هو خلاص اللعبة ويجلنا علشان يحكي لنا ويفيد البقية الحمد لله انا هقول لك انا ليه سألت الاسئلة اللي انا سألتها من المواقع اللي بتتكلم عن الابليكيشنز دي والمواقع دي بيقولوا عندما يتعلق الامر هما اللي بنفسهم كتبين المواقع دي بلعبة الامار على الانترنت في مصر من المهم ان تعرف ان كل المواقع الكازينوهات للالعاب المقننة بالمالي الحقيقي في مصر لديها ترخيص من قبل لجنة المقمرة في مصر هذا هو المكان لطمأنة قرأنا ان جميع مواقع القمار المعروضة هنا وعلى بقية الصفحة مرخصة تماما وتنظم من قبل حكومة مصر والسلطات الاخرى ايه رأيت في كلام دا حي الكلام دا طبعا اشكي فيه بنسبة 90% ولو 10% ما يكونش بالطريقة اللي بتحصل دي لكن الكلام دا غير حقيقي وفيه مواقع فيك بتقول الكلام اكتر من كده لو فتحنا فيه مواقع تاني مش عايز اقول اسمائها بتدي مكاسب خيالية في اول دخولك ليها بس وينفع تسحبي عشان خاطر كده انا مش عايز اقول اسمائها عشان خاطر الناس ما تدخلش عليها وجربش غافها لان دي مواقع ممنوعة وكتب كلام اكتر من حضرتك قلتي دا لان دي اصلا من ضمن المواقع دي من ضمن القايمة السوداء خصوصا موقع عن اكسبات لان الموقع دا بيشتغل على العاطفة اللي هو حاليا اعلن افلاسه يا جماعة بس عشان تبقوا عارفين الناس اللي مازالتشغال عليه الموقع دا في مراكزه الاساسية اللي فتح فيه اعلن افلاسه تماما يعني انت فقوصك راحت انت كمان وغير كده كمان احنا النهاردة جايبين حل اصلا جزري للموضوع دا بشكل كويس جدا ومجربه وعن طريق بحوثات كتيرة انا حاولت اعملها على لعبة الطيارة دي بالذات لو الكنترول يجيب اللعبة لعبة الطيارة دي يا جماعة بتدخلك ان هي هتطلع وتنفجر في وقت معين ممكن تطلع في 1.55 تقوم متفجرة اللي يلحق قبل كده كسب اللي ما يلحقش قبل كده بيخسر فلوسه فيه لستة هنا اللستة دي بتلعب عن طريق حس الهندسة الاجتماعية اللي هي فن اختراق عين واقول البشر من ناحية ايه؟ ان هم شغلين على انه فيه حد حط بالذبت هي دي لعبة الطيارة اللستة اللي تحت دي زي ما حضرتكم شايفينها اللستة اللي تحت دي حطين فيها مبالغ كبيرة جدا 80% منها وهمية ازاي؟ فيه ناس بتخش ب40 ألف جنيه ب15 ألف جنيه بعملة جنيه تخش بالمبالغ دي وفجأة الدبلر مثلا في 2.3 في 10.3 زي ما لحمد في 10 ألف يقولك ده احنا كسبنا بسبب كده فانتي تقومي مزودة المبلغ شوية فبالتالي بعد ما تزودي المبلغ هبا طيارة ام مفجرة في واحد يعني انتي خسرتي كل حاجة حرفيا استراتيجية فضيعة جدا وبتستهدف ضعاف القلوب وبتستهدف المدمنين وبتستهدف الأطفال من ناحية الألعاب دي لعبة انت بتلعبها وفي نفس الوقت بتدخل فلوس منها فتفضل إلعب عشان خاطر تخصر نفسك وتكسبنا وده سهل الأهالي تكتشفوا يعني احنا أولادنا كلهم معهم تليفونية معهم آيبادات ومعهم صحيح هل من السهل انا كأم أو كأب اكتشف ان ابني بيلعب لعبة عادية ولا بيلعب لعبة أمار حلو جدا السؤال ده يا أستاذة كريمة انا عايز اقول حضرتك على حاجة احنا دلوقتي في جيل تكني بحت جيل تكنولوجي بحت احنا طبعا مش هنمنع أطفالنا وشباب المستقبل من تقدم التكنولوجيا على سوء استخدام الآخرين احنا هننوه على حاجة مهمة قوي احنا دلوقتي مش هنعادي التكنولوجيا هنعمل ايه بقى عشان نقنن الموضوع ده احنا مش عايزين نخلي ولادنا يبقى فيه بينهم وبين الموبايل بتحم خصوصية وأنا ضد الناس اللي هي بتقول لأ ابني على راحته وهو ليه خصوصية في الموبايل ده أكبر غلط انت كده بتودي ابنك وراء الشمس بدأ من سن كام اقول فيه خصوصية ولحد سن كام مفيش حاجة اسمه خصوصية هي من بداية 8 سنين تجيب له تابلت مش موبايل ليه تابلت لان الاهالي لازم يتشاركوا في الموضوع ده لحد مثلا 12 سنة او 13-14 سنة في السن ده بالذات اللي هو السن النقلة النوعية وفيه صحاب بيقولوله على حاجات لازم نستخدم تطبيق اسمه فامي سيف F-A-M-I-S-A-F-E اللي هو فاميلي سيف فامي سيف بس هو ده اختصار فامي سيف بالذبت كده التطبيق ده وزيفته ايه بقى؟ حل جزري للموضوع ده حرفيا حتى هنتكلم برضو على تحديات التكتوك والحاجات اللي بتتنشر الناس مش عارفة تقننها في بيوتها تعمل ايه بقى؟ فامي سيف ده بيختصر عليكم حاجات كتير جدا انت لما بتنزل نسخة في موبايل ابنك ونسخة في موبايلك ايه اللي بيحصل؟ ان التطبيق ده بيحكم موبايل ابنك بيوريك المحتوى كمان اللي بيشوفه ساعتها تقدر تحجبه تحجب التطبيقات اللي هتنزل وبخصوص على سيرة التطبيقات موقع وان اكس بيت ده ما بيخلكش تنزل التطبيق من متجر الرسم بتاعك بيخليك تنزل التطبيق من الموقع بتاعهم ودي انتهاك لخصوصيتك انت اخد بالك انت متعرفش انت بتودي نفسك فين من ناحيتين مين الاشخاص اصحاب الموقع ده وهيستغلوا البيانات ازاي؟ بالبيانات دي بيبقى داخل فيها لوكيشن بحسابات كل حاجة طبعا الحاجات دي كلها خدوا بالكوا ان فمي سيف ده ممكن ينفسكم من حاجات كتير قوي قوي واحنا هنرجع للجزئية دي تاني بس انا عايز اسمع من احمد احمد انت كنت بتدرس ولا كنت بتشتغل وقت ما دخلت؟ انا كنت بدرس كنت بتدرس اي طيب؟ انا بدرس سياح وفنادي كنت الخمس ساعات ده اللي بتقعدهم ايه ليلا ولا نهارا؟ ليلا متواصلين بالليل ولا حد في العيلة اخد باله من الخمس ساعات اللي انت كنت بتقعد انا قاعد اكيني على الموبايل محدش ياخد باله بعمل ايه وبالعب ايه وفكرة انك لما حسيت انك بدأت مش قادر تبطل كان بسبب الفلوس اللي بتيجي كتير ولا بسبب ايه؟ كان ايه اللي بتحسه بالضبط في اللعبة دي؟ بسبب ان انا بلعب كسبت مرة اثنين ثلاثة جيت خسرت فانا عايز اعوض اللي انا خسرته بفلوس انا كسبتها بدل ما انا ادفع فلوس تاني انا عايز اعوض بقى اللي انا خسرته بفلوس انا كسبتها بس وقف الاول غلط في ايه؟ عن الرقابة الرقابة نفسها انا بنزل الابليكيشن من موقع مش معروف ببدأ اصحب فلوس من رقب مش معروف متداول لان اصحب من اي مكان سهل جدا فهي الفكرة كانت كده في الرقابة موجود تسمى الامر happen محيل سوبر ماركت أدفع واشحب الموز اللي انت كسبتها ممكن تخدها من اي مكان ممكن تخدها من اي مكان وادفع في اي مكان وكل اللي بتيديه لهم ايه بقى عشان انا روح اسحب الفلوس دي من بتوع كاش مثلا مانطر للقم اللي هو موجود على اللايبة بتاع اللعبة نق salud ما ت puedanطر له اللعبة ايه كان موقعك ايه كان موقعيا هو في رقم في اللعبة بتغير كل فترة أنا بروح أديره الرقم ده أقوله أنا عايز أسحف مثلا كذا كذا إيه اللي عملية نقل الفلوس الفول دي خلينا نشوف أحمد محمد كمان من واحد من الضحايا اللي موجودين معنا على التليفون أهلا بيك يا أستاذ أحمد أهلا بك أهلا بحضرتكم أحمد ممكن نوتي صوت التليفون عشان نسمع منك الحكاية وتسمعنا كده تدخلت على إيه التطبيق وإمتى حكيلي الحكاية عمليك أنا عندي أبتشأ أتسمع فإيه كان لقيت أصدقائي بلعبك اللعبة فأبتلهم بقول لهم إيه اللعبة دي وإيه اللعبة جميلة بنسع فيها فلوس وفنكسر قلتلهم إزاي تحقيدي وإيه اللي عادي تعالى خش لعبها وإنت هتكسر قلتلهم ماشي فأدخلت فيها دقت اللعبة فأدفعت في أمستديت وفعت 80 جنيه ففضلت ألعب يعني أنت شوية كنت بخسر كتيره وبكتب فأخويا شافني وأنا بلعبها فيه يوم طب يسألني بيقول لي إيه بقول لي أنت لابتلعب اللعبة دي طب صنع معروفش اللي هي حرام طب يقول لي بيؤمارو حرام وما تلعباش طب بقول له ليه علاء وكده طب بيقول لي ما تلعباش عشان إيه اللعبة حرام بقول له حرام طب يلاقيت الحب الضوء بسألهم وإيه دي لا أب حرام قالوا لي أه حرام كم ساعة في اليوم كم ساعة في اليوم؟ متواصل؟ متواصل؟ كنتش عن التليفون وقد ألعاد عليها كنت تباعدني عن الكورة كسبت فلوس وسحبتها أو كنت الفلوس اللي بتكسبها زي أقول أحمد اللي معانا هنا بتحطها تاني في اللعبة لا كنت تتعاد بأخذ يعني لو كنت بأخذ كمس ما بأخدش فلوس أصلا كنت بأخذ حلات خفيفة وعشرين جنيه حاجة زي كده بس كنت بابدأ ألعب عليها إمت بطلتها يا أحمد؟ أه الحمد لله إمت بطلت؟ إمت بطلت؟ إمت بطلت يا أحمد اللعبة دي؟ أه إمت؟ 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 إمت بطلتها داخل على دلوقتي داخل على دين أو ثلاثة كان سهل تبطلها يا أحمد؟ إيه كان إدلان بطراحة إنت بطلتها بكل شوية فحاولت يعني حاولت أرجع لدراستي وغتمت كورت بالكورة القدم يعني حاولت والحمد لله باعتت عنها شوية بس لسه جوك شوية عايز ترجع لحاجة شوية حاس أن أنت متعلق بيها أه؟ طيب صراحة نملي يعني إنا دلوقتي حاس أننا عايز أخش ألعبها بس إيه؟ بذوق النفس بقول أخش أذكر شوية آه نصف سنوية عام وكده ولازم يعني فيه وقت للدراسة وقت اللي قبل السنة بقول إيه؟ بدل ألعب أبعد عن الجمار دا والحاجات وخليني بكورة القدم شكراً يا أحمد شكراً يا أحمد شكراً يا أحمد يعني في سنوية عامة وبيلعب كورة وحياته وقفت على الأربع خمس ساعات اللي بيلعبهم لكن يا ترى لما يبقى عنده 16 سنة وأحمد اللي معاني هنا كان عمر 19 سنة لما لعب وما فيش رقابة وما فيش حد بيدخل العمر دا قانوني الناس اللي بتحط فلوسه وتسحبها من الكاش اللي منتشر في كل كشك في مصر في كل محل في كل سوبر ماركت دا قانوني دا مش باب خلفي للفلوس السايبة اللي في البلد جاية منين رايحة فين محدش عارف بس خلينا نعرف رأي القانون في النقطة دي معانا الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق على التليفون أهلا بك يا أستاذ حمدي أستاذ حمدي ايه رأي حضرتك في الكلام اللي سمعتوه الرهانات والأمار اللي موجود في الابليكيشنز اللي بيلعبها أولادنا تحت السن القانوني وبيتنصب عليهم وبيلقوا حد ينصبوا عليه وبيسحبوا فلوس ويحطوها ايه موقف القانوني اللي بيحصل دا؟ توصيفه ايه؟ والله الأسف الشديد يعني هي دي ظاهرة انتشرة في الفترة الماضية وثقافة يعني ودخلت يعني بشكل غير مباشر للدول العربية كلها بكامل وده موقف يعني يعني موقف مش ممكن أبداً يكون مقبول ويعني المسألة بتدور وجوداً وعلى من حولها المسألة ذات كانت انتشرة عالمياً وعلى الأخاصة في طولة الولايات طب الوضع القانوني للحالة دي في مصر ايه؟ يعني احنا عارفين أن تسمح تقول لنا الأمار في مصر بيتم التعامل معها ازاي على أرض الواقع؟ وعلى الانترنت هيعمله ايه؟ طبعاً بالنسبة لأمار دي جريمة يعني تبقى لنقص المادة 353 من القانون على القوات الأمار بيعتبر جريمة والأمار لما بيتم تدوله في المواقع وفي يعني حال بنتبق عليه القانون 175 في مقافة حتى تقنية المعلومات ده برضو المادة 24 مادة 26 يعني بتعاقب على الجريمة اللي بترتكب عبر هذه المواقع كلها بالكامل والأسف يعني دي مسألة يعني بعقوبتها اللي موجودة في القانون العادي يا أستاذ حمدي؟ يعني عقوبتها هو يعني القانون العقوبات قادة عامة دي يعاقب على جريمة الامار كلها بشكل عام طب ايه العقوبة اللي موجودة لها في القانون العادي؟ يعني بيبقى للحكم سنة أو غرامة وحداتين وعقوبتين يعني بيبقى أحكام متفاوتة يعني في أكثر من مادة من القانون تلتمية تلاتة خمسين ده بالنسبة لقانون العقوبات أما بالنسبة لقانون تقنية مقافحة تقنية المعلومات اللي هو مية خمسة وسبعين ده بالنسبة للمادة 24 و 26 دي لممارسة فعل القمار بشكل عام ولا فوق سن معين ولا ايه؟ لا هو مش مرتبط هو مش مرتبط بسن معين السن دي بتبقى قاعد عام لكن هو مش مرتبط بسن معين لكن للأسف الشديد يعني هدي بدأ أصبحت غريزة على البعض لذلك تجد مثلا أنه أو آخر واحد مثلا تبقى الجريدة عالمية يعني كانت نشرت أنه واحد استرالي خسر 160 ألف دولار في الماتش بتاع السعودية والأرجمتين في كاس العالم الحالي في الرهنات صحيح في الرهنات يعني فدي دي أصبحت يعني ظاهرة ظاهرة غريبة وهي جديدة علينا طب إحنا عندنا قصور في النقطة دي أستاذ حمدي قانونا بمعنى أن الرهنات والمؤمرة القمار يعني أو القمار يعني على الانترنت والأبليكيشنز عندنا القانون فيه بيجراموا بشكل ينفع ولا محتاجين فيه تغليز عقوبات ولا لا هو القانون القانون ساري والقانون معمول به لكن هي المسألة محتاجة المتابعة أدقل إنه برضو المسألة ذات بيبقى لها دوابط معير مختلفة عن أي جرائم تانية يعني بتعتبر تقليدية وبتبقى معروفة لدى الجميع لكن دي جريمة جديدة على المجتمع وثقافة جديدة للبعض اللي هو تخذ منها عنوان لعمله ولي كل التحركات اللي هو بتحركها وأصبح زي ما كان اللي بيكلم حضرتك دوابط إنه هو بتبقى فيها إدمان يعني فيها نوع من نوع الإدمان اللي هو ما بيقدرش إنه هو يتخلى عنها فهي في الحياة المسألة محتاجة يعني طب ده يندرج تحت أي جرائم؟ اسمح لي يا أستاذ حمد يعني إحنا عندنا هنا بنعرض طفل لمخاطر الإنترنت والإدمان فده مرض بناخد فلوس وبنحطها بدون قوانين وسنة شارعي لها عن طريق الأماكن المختلفة ومفيش عليها رقابة فتداول عملة أيا كانت إيه هي غير معروف مصدرها ومش محددة الحاجة الثالثة إن ده أمار فعلياً اللي هو مجرم رغم أن القانون من الخمسينات لكن يعني إيه بقى التوصيف القانوني لكل الجرائم اللي احنا شايفينها دي؟ هو مجرم الأمار بصفة عامة مجرم تبقى زي ما حضرتك وقلتك وقلتك أنه تبقى لنفس المادة 353 من قانون العقوبات هو مجرم ولكن الأسف الشديد برضو أنه مع وجود هذه الجريمة فالبعض بيعتقد أن الجريمة دات بتنتبق على اللي هم بيمرسوا الإمار في المحال العامة وكذنوهات والكلام ده كله بالكامل لكن هو برضو عن طريق الإنترنت ما هو دوء بيعتبر جريمة صحيح فإحنا عايزين يطبق نفس اللي يطبق في الواقع على الحاجات اللي علينا تبقى طب في الحالة دي الطفل يبقى ضحية ولا مجرم؟ نعم الطفل اللي دخل على الألعاب دي والأمار دي يبقى في الحالة دي يعقب كمجرم ولا يتعامل كضحية؟ هو مهام يعني بحتاج لمزيد من الحرص في الرقابة عليه ومزيد من التعريف بأنه دوء بيعتبر إمارة وجودية بتعتبر جريمة لأن البعض أو الغالبية منهم بيتعاملوا مع هذا الأمر على أعتبار أنه هو غير مفرر على أنه لعبة صحيح؟ إنها إنما يعني إنها هوية يعني أنه هو بيعملها كهوية وضحت يا أستاذ حمدي وضحت جدا الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق إذا عملت إنها جريمة في الواقع زي ما هي جريمة في الإنترنت بالضبط بنفس العقوبة أنا فعلا ما زال عندي سؤال الطفل اللي بيتعرض لكل هذه الأشياء حيعاقب ولا هيبقى ضحية؟ بالمناسبة إحنا تواصلنا مع الكابتن ميدو كابتن أحمد ميدو علشان الموضوع اللي هو طرح والخاص بابنه وقال الفكرة بالنسبالي مش الموضوع بتاع المراهنات الفكرة إن إزاي تفتح مواقع زي دي لأطفال عمرهم 11 و12 سنة زي ابني ده بيدمر حياتهم لأن ده إدمان وده خطر عليهم ده اللي قاله لنا الكابتن ميدو على التليفون وإحنا بنعمل ده قال إن صعب جدا يتقنن بس هل يا ترى صعب جدا يتقنن؟ صعب هو مفيش حاجة صعبة في الوقت الحالي نعمل إيه؟ لكن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بصفتي خبير تكنولوجيا أمنة وتكنولوجيا المعلومات مفيش فلوس بتيجي بالسهل خالص إحنا ماشيين على خطر رئيس الناس كلها لازم تشتغل ولازم تتعب أنا واحد من الناس بتعب وبتعب في شغل جدا ويفزل مجهود جدا مش 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 شرط إن إحنا عيني عن ده مرض أنت بتصيب طفل أو شاب أو شخص ما بمرض الإدمان على الأمار دي كارسة يعني يعني الموضوع ده بيتقنن من الأهالي الأهالي هي اللي في إيدي هتقنن الموضوع ده زائد حكومة بلدنا من باحث الإنترنت وزارة الداخلية لو حد لاحظ حاجة طبعا رقمهم 108 فأيا كان إيه أشكالها من المعاملات الإلكترونية وعايز أقول لحضرتك على حاجة الموقع ده ممنوع تماما أي حد يدخر عليه بسبب إن الأرقام اللي شفناها في لعبة الطيارة دي كلها فيك بيغريك أرقام كبيرة احنا محتاجين تعديل تشريعي ولا حاجة ملوجة مزاركة بشمانس أحنا والله أنا شايف ده من ناحية المواقع الإلكترونية لأن كل حياتنا هتبع عبارة عن ميتا فيرس وواقع افتراضي وتكنولوجيا وحاجات كتير عايز لها حلقات كتيرة قوي نتكلم فيها طبعا ده سوق موازي كمان يعني عندك فلوس كتير جدا متدولة فيه إذا كان وصلنا هنا ب17000 جنيه لأحمد اللي هو عمره ما كملش يا جماعة 20 سنة كان ممكن يسحبهم ويحطهم ويزود ويعمل كل الحاجات دي فالبقية إيه؟ ممكن تعيد مرة تانية الفامي فامي سيف أنا ما كملتش نقطة برضو مهمة سريعا كده ياريت أنه الروتر اللي في البيت فيه ناس بتقولك طب لما يخرج بره ده في حالة لما يخرج بره بتتحكم في موبايله عن طريق التطبيق ده وهو قانوني كويس أنه يراكب الطفل ويشوف تحدياته إيه وحاجاته إيه في البيت بقى الروتر نفسه تقدر تدخل على الابي بتاع الروتر واتحدد المواقع اللي انت عايز تقفلها من المواقع الاباحية وفي نفس الوقت وانكسبيت ته اتحجب بره بسبب أنه هو كان بيعلن لمواقع اباحية شهيرة يعني تصوروا بقى ابنكو بيتعرض للإدمان على الأمار وكمان مواقع اباحية بتدخل عن طريق ده الحل في إليكم لكن كلمة أخيرة أخدها من أحمد عايز تقول إيه كل حد دلوقتي كان ماسك التلفون وبيلعب اللعبة اللي انت بتلعبها ده بجد عايز تقوله كل حد بلعب اللعبة دي يبطلها عشان هي إدماني عشان هو أنا مبطلش حاجة زي دي في وقته قصير مش هيعرف يبطلها بعد كده صحيح كل الفلوس دي مرهاش مرهاش مصدر أساسي انت مش عارف انت بتجيب من هنا وبتود فين وان شاء الله اي حد دلعب اللعبة دي بجد ببطلها إدمانة؟ هو بجد حقيقي طبعا الهزة النفسية اللي اتعرض لها لما خسرش تبعتاشر الف جنيجي مكادش وقليلة أبدا يعني احمد انا مشكورك على ان انت جيت شاركتنا تجربتك النهاردة احمد شكرا جزيلا طبعا ضفنا العزيز بسم الله العزيز المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات شكرا بجد على حرصك اللي تكون موجود معنا وتوضي حدي كلها الموضوع مش حلال وحرام بس الموضوع يعني فيه كارثة على كل المقيس ولادنا وأزماتهم وصحتهم والسوق الموازي الفلوس اللي مش عارفين جاي منين ورايحة فين من اول كشك اللي قد كده لحد المحلات الكبيرة اللي بتتعمل في الأرقام دي حلقتنا النهاردة خلصت خلص بكرة ان شاء الله تسعى مساء ان نقابلكم وحلقة جديدة حدثكم وحدثنا حديث القاهرة تصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة